رح سمعكم مع بعض جاني اتصال طلب من أخ مصري مسلم وطبعا هذا مو الوحيد الأسبوع الماضي في أكتر صبية من السعودية وفي هذا الشاب المسلم وفي والد الطفل كمان قالت لي ليه يعني ليه ابني لحتى يروح يلم نايلون وسبالي ليطالع كم مليم وهو الولد كل حلم يقول لك انا بدي ادفعهم رحمة عن النبي محمد بدي ادفعهم للرب مع انه هو الولد جوعاني كتير فليه هالأد المسلمين عملوا كل شي من فروض مطلوبة منهم وصلوات واصوام وليه حياتهم بهذا البؤس خلينا نسمع بعض لحتى يعبر هذا الشب عن كتار من المسلمين منهم عبروا ومنهم ما عبروا مساء الخير يا دكتور انا مصري ومسلم عندي 27 سنة كنت متدين جدا بصلي كل الفروض وبصوم وجريب جدا من ربنا وبعمل اعمال صلاحة كتير ومن صغري انا كنت ربيت في اسر اسلامية ومحافظة على الصلاوات وبطيع ربنا ومشمع من الخطأ وان فعلت خطأ صغير كنت بصلي واستغفر كتير وكده وكل حياتي كانت يعني فطبعا حتى لما تزوجت برضه يعني انا دايما عايش في تعب وفي اكتئاب اسعى المشايخ يقولولي صلي كتير ادعي كتير استغفر كتير اجرى قرآن كتير ليه لنهار كده جعدت فترة طويلة انا السنة اللي فاتت دي اللي ماضت دي دايما في اكتئاب المشاكل كتير اللي ابتلقات كتير زوجتي حصل طلاق دنيا بايزة خالص معايا مريض وتعبان عندي امراض كتيرة يعني عندي تعبان بعان كتير وانا شاب 27 سنة مش مرتاح في حياتي فجعدت افكر طب هو ربنا اسمه العدل يعني الاله بتاعنا اسمه العدل في اسمه الله الحسنة اسمه العدل وانا برايب منك طب بتعمل فيها كده فالجيت نفسي تعبان تعبان جدا يعني يعني حسيت ان في حاجة غلط طب الغلط ده مني انا ولا مني طب انا كده بعمل اللي علي طيب انت الرحيم وانت الرحمن انت فقاف القرآن بالجول اه ايه ايه بالجول ايه ما انا عامل صالحا منكم من ذكر او انسى وهو مؤمن فلان احيان ما هو حياة طيبة فالحياة الطيبة دي مريض وتعبان ومرة اتطلقت واكتئاب فهيقصته باختصار بالاضافة انه بعت طلب صلاح يعني حاجة تريحني لان انا كنت 27 سنة يعني انا انا عملت كل اللي اقدر عليه جدمت خير للناس كتير وصليت كنت متدين حافظ على الفروض الخامسة في المسجد صيام نوافل طول السنة اتنين وخميس وانا شاب صغير يعني كنت بعمل عليها بقول يا رب انا عايز جنة واجرى في الكرآن كل ما اسمع انا اوصاف الجنة اتشوج لها اكتر واسمع عن النار اخاف منها طيب ماشي انا انا يعني طب هو ممكن حضرتك يعني حضرتك زوج جدا وقريبة من الرب جدا وبيتجدي من خير كتير ممكن انت تصليلي او احنا بنقول علي عندنا احنا تدعيلي بس انا يعني على ما اسمعت كده من الكلام ان تصليلي مثلا هي مش شكل دي زي دي مثلا تصليلي ان ربنا يظهر لي الحق لي انا بالله يعني امين لما تلبك بحاله الشاب محتار يقول لي بالله عليك والله يرضى عليك ولا ربنا لانه عطول المسلمين لما بيوصلهم الكلمة الحق مثل ما ما سمعتو بيختل توازنهم على الارض رسمي وبصير بتمفتح قدامهم ماضيا بصير مثل شاشة قدامهم يعني عم يحكي لنا عن حاله من هو وصغير من عائلة مؤمنة متدينة اسلاميا بيصلوا بيصوموا بيعملوا كل الفروض ما بيروح صلا سمع انه رسول محمد اوصى بالزواج بهذه الطريقة نفذ الوصايا الى اخره من الامور لقى حاله بامراض كتير علما انه هذا الشب دكتور لقى حاله بامراض اوجاع حياة بائسة مع انه عمره صغير استه ما صار 30 سنة بالاضافة انه حتى مرته اللي اللي نفذ فيها شريعة رسول الاسلام محمد طلقها فشو اللي عم بصير قال طب انت كاله بالاسلام اسمك العدل طب ليه ما انا كعادل معي ليه عم بعطيك هالقد كتير وعم باخد بقس وشقاء هالقد وذكر اية قرآنية ايضا بتقول من عملة صالحا منكم من ذكرا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة عم بيقول وين هي الحياة الطيبة وانا حياتي كلا تعتير يا اخي الكريم بدون ذكر اسمك مشان معرضك للخطر بالكتاب المقدس بالمزمور 37 بيقول لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا في شي غلط على الارض لما بتكون انت ايمانك وتدينك ما عم يوصلك للحياة اللي بتليق بالبشر على الاقل في شي غلط طب كيف مننميز نحن الاشرار اللي ربنا مرديان عنهم من الصالحين الرديان عنهم في كذبة لقوة فتوة شيوخ المسلمين والداولوة بالمجتمعات العربية خبرتني اياها صبية اردنية لما بيروح الطفل من هو وصغير الاطفال مانون اغبية الطفل بيشوف بيقولك ليش مثلا ولاد المسيحيين انضاف وحلوين ومرفاهين وعندهم اعياد فرحة ومناسبات و الى اخره وما فيهم حدا شكنا عم يشحط بالطرقات بكل الشرق الاوسط ليه ولاد المسلمين هيك من الصغر فيه طلع وفيه تشتت عائلة وفيه تعدد زوجات وبتجي مرت الاب متل ما شفنا هلا بسوريا فيديوهات بيعزبوا هالاولاد لانه مو ولادهم وبتلاقي بين شأجيل من العقد والامراض والقتله وإلى اخره وليه مرميين بالطرقات اللي بلا حمام واللي مرضان واللي عم يلمم نسبالي ليه ليه طب اذا بيعبدوا الله الحق وهيك ساير فيهم لو بيعبدوا الشيطان شو ساير فيهم اللي كان بيكون وهذا السبب الالحاد الكبير بالوطن العربي بيقلك انا ما بدي اعبد الله تبعك ليك الله تبعك شو عامل فيك هنه نسيانين انه هاي العبادة مانة للإله الحق هاي لضد الإله لهالسبب رح اتجرأوا لكم ياها وانا قلتا كتير قبل بس لا تفتحوا عيونكن لانه فيه ابادية وفيه حياة تانية انت نبلش جهنم من هون ورح تكمل لفوق جهنم الكذبة اللي قالوا لكم ياها المفتيين والمشايخ انه ايه لانه المسيحيين إلونا الارض ونحن إلنا السماء هاي كذبة المسيحيين من وين إلونا الارض اذا ما في دولة ما بتضطهد المسيحيين ما في قطع روس وحرق اجتاد غير سارب المسيحيين ما في شهداء عدد شهداء الا على اسم المسيح بكميات مخيفة فكيف بدأت تكون الارض لإلون حتى الدول بس تصير عزمة بتروح للإلحاد والعلمانية ما بيكون اسمها دولة مسيحية ما هي دا تكون الارض ملك للمسيحيين هاي كذبة الحقيقة بتقول انه الملكوت بيقول الرب يسوع الملكوت في داخلكم ملكوت السماوات بلش من على الارض يعني تقولوا لأنتوا الجنة فأنت حياتك من هون هي بتعطيك إشارة إذا ربنا رضيان عنك ورح تكمل بعدها للجنة أو أنت مبلش جهنم من هون شو زنبهم اللي ما بيعرفوا عم يعبدوا ضد الإله بالغلط زنبهم انه مثل هذا الشاب هلأ هذا الشاب وصل لعندي وأنا خبرتوا الحقيقة وأنا واثقة أنه الرب بيعطي إشارات للناس سواء بحياتهم بالمصائب اللي عم تصير معهم لما بيعبدوا ضد الإله بمشاكلهم في منهم بينتبهوا بيرجعوا في منهم بيكملوا بيقول ربنا هلك شعبي لعدم المعرفة لعدم الفهم ما بدون يشوفوا لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويرجعوا في أشفيهم ولكن ما بيمرء حدا غير مسيحي إلا بتصلوا البشارة والقلاص وإلا ربنا يتعامل معه إما بحلم أو برؤية أو عيانا أو بمعجزة بحياته ولكن في ناس ربنا بيعملوا معهم معجزة من هون بيقول لك العدرة شفتني انت شفتها لا بس أكيد مين بدون يكون بيعمل معهم ربنا معجزة من هون بيقول لك النبي فلاني شفاني انت شفتوا شفاك بيقول لك لا لا بس مين بدون يكون فهن حتى تعاملات الرب معهم عم ياخدوها لألهتهم فهدول ما بيغصروا وما بيرجعوا فمن هون يا أخي الكريم وإختي البسعودية اللي تصلت فيني قبل يومين وإم الطفل الفقير لازم نصحة لازم نصحة لما حياتي صار عمري قريب تلاتين سنة وأنا حياتي مدمرة أنا ما قطعت فرض وعم صلي وصوم لإلهي بغض النظر هذا الإله هو إله الإسلام إله البوزيين إله الهندوس إله تماثيل إله إلحاد بغض النظر انت شو بتعباد في ثمار من ثماري هم تعرفونهم هذا الجزء من الثمار نقدر من إحنا نعرف ونميز منه هو شكل حياتهم ما فيك تدعيني لدين فيه نسبة التشرد تجاوزت كل الأديان والفقر والبطالة والتحرش والاعتداء ما فيك لأنه هاي ثمارهم لما بعيش حياتي لعمر ثلاثين سنة بوصل وأنا حياتي مدمرة من فشل لفشل وتزوجت في شل زواجي وتطلقت ورجعت تزوجت في شل زواجي وتطلقت وأمي مريضة وأخي مريضة وأنا بعمر صغير بس عندي كومة أمراض طب هاي إشارات من ربنا عم يقول لك صحا عم تعبد الإله الغلط عم تصلي للإله الأصم الغلط عم تصلي لإله ميت رجع للإله الحي جربه لحد تعيش حياة صح هاي بمختصر العبارة بعرف اللي عم قوله جديد كتير على حدا وما حدا قبلي نطأ فيه بالعربي أنا بعرف هذا الأمر وبعرف أنه هذا الأمر بسبب خضة كتير كبيرة ولكن أنا واثقة بربنا أنه بسبب خلاص كتير مثل ما قلت لكم سابقا بالعشور جرب الرب قد ما كنت بخيل ادفع شهر عشورك على اختلاف حتى دينا وقال له يا رب بدي أعطيك 10% من مسحوبي وبيقول ربنا جربوني بهذه إن كنت أفتحوا لكم أبواب السماواتي حتى لا توسع فنحن منجرب وما حدا جربه ودفع غير تبارك أضعفه مضعفه وزاد معاشه الشهري نفس الطريقة كمان تلكم مرة تحديت جربوا اسم الرب يسوع انت مريض مسيحي أو غير مسيحي اطلب طلبك باسم الرب يسوع الرب يسوع نفسه قال لهم لليوم لم تطلبوا شيئا باسمي جرب طلب شوفه بتعامل معك أو لا بتشفى أو لا طب إذا عندك مفتاح الخلاص والحياة ليه تكون غبي وما تستعمله هذا السؤال اليوم لكل إنسان عم يعاني على الأرض انت عم تعاني كتير طبعا فيه اضطهادات على المسيحيين الاضطهاد والشهادة وضع آخر لأنه شوفوا حتى بعض شيوخ المسلمين لما اقتصل لهم هاي الفكرة من المسلمين بيقول لهم ليك ماقي شو عم تقول بيروح بيفتي بطريقة شو بيقول لهم بيقول لهم هاي الديسبولوس ما تقطع راس هاي فلان الفلاني انصلب هاي فلان لفلاني انقتل الشهادة وضع آخر الشهادة حلم لألنا كلنا بس حياتي على الأرض بعيشها كبنت للملك معززة مكرمة بيحتاجوني وما بيحتاج حدا بيقول الرب وعده تقرد أمما ولا تقترض لما ربنا وعدني اني بدين أمم بدين دول وأنا ما بتدين بلما انت عايش بالدين والفقر فيه غلط بعبادتك معبي بيتك تماثيل وصور وكل يوم أسوان وصلوات لك وبيرشح وزيت وعم تعاني أمراض كمان لكنيسة الكاتوليكية قد نعيد أتباعة انه هاي الأمراض هاي مع صليب المسيح كذب صليب المسيح بيعني الشهادة على اسم الرب يسوع المسيح بيعني الاضطهاد بيعني ياخدوني محاكم على اسم الرب يسوع المسيح ما بيعني الأمراض والأوجاع ما بيعني يطلع تقيحات من الجسم ما بيعني انه نحن نشابه المغضوب عليهم والمضروبين بلعنات وأدراء كيف منميز المضروب بلعنة إذا بدك تشوف العمي صلي مضروب فيها كيف في أمور كتير بالكتاب المقدس إذا منشوفها نحن بصورة عميقة ومنشوفها بدون التعليم اللي تعلمنا نفهم وقتها البركات وأنا بتمنى تحتروح حلقة البركات واللعنات في بركات على المؤمن إذا ما بتتمتع بهاي البركات إيمانك غلط لا تخلي حدا يكذب عليك ويقول لك لا أنت ما متصلي منيح أو قلبك فيه شيء أنت إيمانك غلط ممكن تقول لي أنا مسيحي مسيحي بس إيمانك غلط يمكن تكون أنت عندك شق في التمثال متعلق فيه متعربط فيه هذا ربك يمكن يكون عندك المصاري أغلى من ولادك وربك وزخ الآن مسيحي فمن هون منبلش منفهم لنعيش حياة صحة على الأرض بيقول الرب الإله للنبي موسى قال له جعلت أمامك الحياة والموت الخير والشر اختر الحياة فتحية أنا جعلت لك بالرب ياسوع المسيح باب الخلاص بيقول الرب ياسوع المسيح أنا الباب لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي بيقول لك لا ولو الخالق الكل قديش محب ماقول يترك حدا من ولاده هذا كل العواطف هي مائلة منشأ كتابي وكل حدا بيأخذك بالعواطف ودموع وحبيبي ومعقول وربنا حبه ومحبي هذا كله من الشيطان ليضلك في كلمة حق مكتوبة بالكتاب المقدس أنا هو الباب لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو الطريق والحق والحياة هيك قال الرب ياسوع المسيح لا يوجد طريق آخر كذب اللي بيقلك كل الطرقات بتوضي للطاحون طريق واحد رب واحد ابن وحيد للإله الآب أرسلوا فدانا وكل مين تعلق وآمن بدمه لن يخزى وبتكون لإله الحياة الأبدية بإسم الرب ياسوع المسيح اشتركوا في القناة